اهلا بكم من جديد اعلنت الحكومة البريطانية حزمة بقيمة 9 مليارات جنيه استرديني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة في مواجهة الارتفاع الكبير لأسعار السلع والطاقة وكذلك تكاليف الاستدانة على خلفية ارتفاع معدل التضخم هذا وتوقع محافظه بنك انجلترا عدم تراجع تكاليف المعيشة قبل عام 2023 نتحدث في هذا الموضوع مع ضيفنا في الستوديو الدكتور محسن السلاموني أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن أهلا بحضرتك دكتور أهلا بي بداية يعني ما هي أسباب استمرار ارتفاع معدلات التضخم في بريطانيا التضخم الاقتصادي هو يمكن أكبر عدو لأي اقتصاد من الدول وبالذات الدول اللي هي المتحدرة قوي بالنسبة التضخم الاقتصادي ممكن يكون داخلي وممكن يبقى جلوبل يعني جاي من بره عالمي سبب أخذ التضخم الاقتصادي الحالي اللي هو موجود في انجلترا نتيجة واحد البريكزيت خروجه من البريكزيت اتنين اللي هو الكورونا فيروس تمام يعني العالم كله بيعاني من أزمة واحدة وهي كورونا ولكن بريطانيا تعاني من أزمتين بريكزيت وكورونا بالإضافة لده ايه في عامل برضو سياسي خطير ظاهر دلوقتي في السوق اللي هو الخلافات بين روسيا وأمريكا وأوروبا بالذات أوروبا منقسمة لأن ألمانيا وفرنسا وبولندا في اتجاه مساندة لروسيا الدول الأخرى ضد روسيا وبالذات انجلترا مع أمريكا وده الخط الأمريكي ده برضو بيسبب تنشن كبير في السوق ويسبب تنشن كبير في الاقتصاد الأسعار ارتفعت ارتفاعات خطيرة نتيجة عامل مهم العامل المهم هو ارتفاع الطاقة الطاقة تؤثر تأثير كبير على التضخم الاقتصادي وترفعه هو مش الطاقة بس الطاقة وارتفاع اللي هو المورجج اللي هو تكلفة الرهن العقاري اللي موجود بس الرهن العقاري ممسوك دلوقتي في انجلترا ما رفعتش سعر الفائدة بتاعته سعر الفائدة ما زال مستوية فيها لأن دي سياسة من سياسات الدولة أنها تحتفظ بأن سعر الفائدة بالنسبة للرهن العقاري يبقى مزبوط يعني دون يعني أليل فيه وكنت أتمنى أن دا يبقى يحصل هنا في يوم الأيام في مصر برضو دي وضع من الأوضاع ارتفاع الأسعار فيها السياسة دي سياسة بريكزيت النهاردة سياسة برضو في مشاكل بين انجلترا وبعض الدول اللي هي معاها مثلا زي فرنسا ألمانيا مشاكل تجارية مش مشاكل سياسية موجودة فيه اللي هو المواد الخام بالذات المواد الخام وتكلفة مواد الخام ارتفعات كبيرة دا مع الطاقة لأن الطاقة أنت بتستخدمها الطاقة بتستخدمها في الإنتاج تمام؟ الضغط دا اللي موجود كمان النقطة الأساسية المهمة اللي من اللي حصلت أني من خلال الفترة بتاعة الكورونافيروس الدول الأوروبية وأمريكا يعني الدول الكبيرة كلها طبعت نسبة كبيرة قوي من الكاش علشان تقدر تقاوم الوضع الحالي بالنسبة لكورونا دا أول سبب يسبب التضخم طبعا طبعا لأنه بقى فيه سيولة عالية موجودة إنما المواد الخام أو الإنتاج بتاعها كما كانش موجود والإنتاج بياخد وقت طويل روخر إنجلترا لما ضبعت السيولة دي أضافت جزء كبير من السيولة دي للسوق من ضمنها السيولة اللي انت حضرتك قلت عليها اللي هي بدأت تمول 9 مليار جنيس الديني دعما للعائلات الفقيرة والمتوسطة 9 مليار دولار هاي جوا منين هي إنجلترا بلد غنية قوي قوي مصدر غنى يعني خطير موجود وعندهم سيولة عالية بالإضافة للسيولة اللي موجودة فيها لو إحنا حسبنا نسبة السيولة اللي موجودة في إنجلترا قبل الكوفيد 19 وبعديه هتبص تلاقيه دا طاعة فين كان أربع مرات دا نتيجة طبع البنك نوت نتيجة طبع النوت اللي موجودة فيه طبعا هو ما بيقولش إن طبع النوت ويمكن دا النهاردة عامل أساسي اللي ظهر التضخم بالشكل العالي دا روخر إنجلترا بعد الكوفيد الاقتصاد نمى بنسبة 5 و 5 من 10 فيها النهاردة لما الدنيا بدأت تهدى وبدأت الانفليشن أو التضخم طلع عالي شوية تمام موجود فيه النمو الاقتصادي في إنجلترا في الكوارتر الأخير دا انخفض بنسبة 2 و 6 من 10 عن سنة 1919 تمام في نفس الفترة لو قررنا نفس الفترة احنا ما بنقرنش عشرين ولا واحد وعشرين إنما نفس الفترة اللي موجود فالدولة بدأت تعمل إيه؟ الدولة بدأت تمول دا تستخدم السيولة دي لحجم الأسعار اللي موجودة وبالذات إيه الأسعار اللي هي أسعار الطاقة فبادأت النهار دا تدي لكل العائلات اللي هي ما عندهاش قدرة مالية عالية أو بتاخد فلوس معينة تديها دعم شهري أو دعم كوارتلي بالنسبة للكهرباء بالنسبة للغاز دولة البندين الكبار قوي في العالم الاقتصادي اللي موجود بنك إنجلترا بيرفع أسعار الفايدة للمرة التانية في ثلاث شهور يعني هل هذه الإجراءات اللي بيأخذها البنك المركزي في إنجلترا كافية لمواجهة التضخم؟ مش كافية قوي إنما بتعمل إيه؟ بتحجم التضخم هو النهاردة هو عاوز يخلي التضخم ميزيتش أو لو زاد يزيد ببطء أكتر مما هو الإيجار عليه هما فيه حاجتين اللي يقدر بيهم أي بنك مركزي يقلل التضخم العالي اللي هو نمرة واحد سعر الفايدة نمرة اتنين إنه هو يقلل السيولة أو إضافة سيولة للسوق في سبيل المثال الدولة لما كان فيها خمول اقتصادي الدولة بتعمل إيه؟ بتخش تضيف سيولة للسوق يعني إيه؟ بتخش هذه الدولة تنتج مشروعات لما كان فيه خمول اقتصادي الإنجلترا قامت تعمل إيه؟ إيه؟ إعادت إعادت راس في الشوارع جابت كل الشركات اللي هي بتاعة الكونستراكشن وإدتهم تعيد راس في الشوارع تعيد إعادت بناء بعض الحاجات الحكومية أو بعض الحاجات الأساسية اللي موجودة ده فده بيأدي سيولة للسوق في مثل هنا موجود معا يعني لو سمحت لي يقولوا إنه هو النهاردة الدولة هنا في مصر الحكومة هنا بتبني بيوت تمام دي إضافة سيولة للسوق وخصوصاً للشباب الزغار اللي موجود فيه فدي يعني مقارنة بسيطة بديه كمان الحاجة اللي هي موجودة فيها الدخل نفسه الدولة هنا عندها استعداد إنها ترفع الضرائب لما ترفع الضرائب بتقلل السيولة اللي موجودة بالسوق بتاخد السيولة اللي موجودة بالسوق في الوقت الحالي إذا رفع الضرائب ده بيبقى عمل غير اقتصادي خصوصاً في الأوضاع الاقتصادية اللي ماشية بيها لإنه إحنا لسه ما خرجناش من كورونا لسه مشين بنعالج الوضع بتاع كورونا فيه فرفع الضرائب بنسب غير موزونة أو غير محسوبة يسبب مشاكل اقتصادية المشاكل الاقتصادية أيضاً للإنفليشن اللي هي موجودة فيها أو هو التضخم الاقتصادي لدخل الدولة دخل الدولة لازم على أقل دخل الدولة يبقى تسعين في المية أو تسعة وتسعين في المية يعني دخل الدولة من كل الكطاعات الانتاجية يبقى محسوب الدولة عرفة عندها دخل موجودة إيه اللي هو يعني الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلي إنما بعض الدول اللي هي underdeveloped دولة فيهم دول النامية دول النامية الناتج المحلي للأسف الشديد أو الدخل اللي هي موجود بيكون بنسبة أقل من 40% أو 45% فشوف الدولة بتفقد قد إيه برا السوق ده عامل من عوامل اللي هو الإنفليش العالي لأن الدولة ما عندهاش كنترول في ده تمام فيها بتاخده لأن دي فلوس متدولة خارج القطاع المالي اللي موجود فيه في سبيل المثال النهاردة العقارات في السوق الإنجليزي البيع والشيرة لازم بيكون ناتج ما فيش حاجة اسمها إيه توكير رسمي البيع والشيرة بيكون ناتج عن إيه ناتج عن أن فلوس حقيقية تحولت من بنك البنك فيها ولازم تبقى موجودة هنا في مصر أكتر الحاجات اللي موجودة دي بتتعامل خارج القطاع بتعتمد على الحاجات دي الحاجات دي كلها عوامل اقتصادية مهمة لازم يتنظر فيها السوق الإنجليزي أنا شايف أن يمكن على السنة الجاية سنة 23 الفايدة مش هتعلق أكتر من كده لأن الفايدة في السوق الإنجليزي يعني البنك المركزي مش هيعلي بعد ثلاث شهور تانين؟ أنا بتهيق لي لأ ليه لأن أكتر دولة مستفيدة من هي الفايدة الوطية هي الحكومة الحكومة بتستلف أكبر أكبر دائن للسوق هي الحكومات ومع ذلك بترفع الفايدة عشان التدخم؟ بترفع الفايدة عشان تزبط التدخم اللي موجود بتاعها اللي موجود السوق بس بترفعه بنسب بحيث ما يأثرش عليها اقتصاديا برضو طيب يعني في نهاية هذا الحوار عايزين نعرف من حضرتك يعني استشرافك للاقتصاد البيطاني في المرحلة اللي جاية يعني جائحة كورونا أصبحت شيء أو حتصبح شيء متوطن وليس وباء هنعيش معه العالم كله هيعيش معه فإيه الإجراءات اللي حيتخذها الاقتصاد البريطاني في هذا الشأن؟ الاقتصاد البريطاني بيعمل حاجات مهمة مناسبة برضو زي بعض الاقتصاديات للدول دي الاقتصاد البريطاني بيعتمد على حاجة مهمة هو عنده سياسة واقتصاد السياسة تخدم الاقتصاد الاقتصاد ما يخدمش السياسة فلازم كل السياسة موجود أو كل الأجهزة الحكومية اللي موجودة في إنجلترا لازم تخدم كل المناطق الاقتصادية الفايدة ما تزدش عن الوضع الحالي اللي موجود فيه النهاردة هو لازم يساعد المحلات أو يساعد اللي هي التجارة 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 وبالذات للتجارة للصغار التجار بيساعد الشركات اللي هي موجودة هو عمل كاب على الفوائد تمام فيها عمل كاب على الدرائب اللي موجودة فيها ده ده هيساعد الانتاجية اللي موجودة كمان التكنولوجيا كطاع التكنولوجيا في إنجلترا واصل لدرجة عالية قوي تمام كطاع التكنولوجيا ده بيدخل دخول عالية تمام بتزيد النسب بتاعتهم بتزيد يعني نسبة التكنولوجيا النهاردة السنة جاء متوقع أنها تزيد بنسبة 33% فيها النسب دي تمام بتساعد على نمو الاقتصاد النهاردة الاقتصاد البريطاني لازم ينمو الاقتصاد البريطاني بينمو ليه لأن فيه دخول أو فيه فلوز بيكتزب فلوز جديدة من الأسواق الأخرى بريطانيا سوق مهم بالنسبة للعالم الأوروبي والعالم الخارجي كمان بالرغم أن فيه البريكزيت موجود التجارة المالية في إنجلترا تجارة البنوك تجارة الإنشورنس التجارات دي أو اللي هي السيستم ده اللي لندن هي مركز مالي يعني إلى الآن اللي إلى الآن من أكبر المراكز الموجية المركز إنجلترا النهاردة بتعمل تجارة يوميا في المال في البورصة فوق التسعين مليار يوميا فوق التسعين مليار ده بيبين لك حجم السيولة قدي إيه اللي موجودة في هذا السوق ألمانيا اللي عملوها سنتر لحد النهاردة مش عارفة تنافس إنجلترا حتى بالبريكزيت لحد النهاردة طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه النظرة التحليلية لحالة الاقتصاد البريطاني شرفتنا دكتور محسن السلاموني وأستاذ الاقتصاد بجماعة لندن شكرا جزيلا لحضورك 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 شكرا جزيلا لحضورك